دي اناي مساء الخير هز انفجار ضخم العاصمة اليمنية صنعاء يوم السبت أدى إلى مقتل 140 شخص وجرح أكثر من 500 بجروح ميليشيا الحوثي قالت انو الانفجار ناجم عن غارة لقوات التحالف بقيادة السعودية بينما نفت تحالف اي مسئولية عن الحادث الفضيع اللي حصل وقال انو رح يفتح تحقيق طبعا عم نحكي عن حادث مروع عن مجزرة بكل معنى الكلمة مفروض يدينا اي شخص يعني مش اي شخص في ناس ما بيطلع للدين هيك قصة يجب ان نتوقف امام الحادث المهول والاستثنائي والخطير في مدينة صنعاء مهول اكيد خطير كمان اكيد بس استثنائي لأ ومين عم بيقول هيك امين عام حزب الله حسن ناصر الله بالنسبة له الانفجار استثنائي ما شايف هيك شي تفاجأ فيه هو شوالانفجار استثنائي هيدا صار له عايش 15 سنة داخلة بمدرسة بجناف سمع بالحادث كان عم بيعمل سكي بجبال قلب استثنائي استثنائي مرة وحدة هو اللي بيتغداون حزب الله وجيش الاسد وبيتحلى بقدن على عشر مرات كل يوم من خمس سنين بسوريا استثنائي شد اللي حيلك شوي هذه الفاجعة وأمام هذه الجريمة فالجريمة مروعة سقوط مئات الشهداء والجوحة جريمة طضيعة بهذا المستوى المجزرة السعودية في صنعاء جريمة طضيعة جدا هذه الفاجعة الكبيرة هذه المجزرة المروعة هذه الجريمة القضيعة المجزرة الوهيبة هذه كانت فاجعة كبيرة ومأساة كبيرة وواقدة من أفضع الجرائم ده هذه الجريمة المروعة التي وصفت بأنها إحدى أكبر مجازر الربع قرن الأخيرة وتنتهك كل مبادئ الإنسانية وطبعاً أنت شايل من حساباتك مجازر حزب الله والأسد بسوريا مثل لما ينقوا أغنى شخص بالعالم ما بيحسبوا أفراد عائلات الأمراء والملوك وزيت الشيء مع ملوك القتل مش محصوبين بالأحصاءات الأفضع من ربع قرن تم حلب حدك يا حبيبي أنت موجود بحلب أصلاً شو رأيك؟ طبعاً المجلس الأمن كان بالأمس منشغل بفت ما يسمونه الحصار عن حلب ولم يدخل وسيلته إلا واستخدمها ما جرى بالأمس في مجلس الأمن الدولي فيما خص مدينة حلب ووقف طلق النار ورفع الحصار كما يدعون عن هذه المدينة ما يسمى حصار حلب بعد شوية رح أقول لك ما يسمى حلب يعني المدينة أصلاً ما يسمونه حصار حلب وهيدي نفس القناة اللي عم بدين مجزرة صنعاء ما في شك إنه اللي صار بصنعة مجزرة على تلفزيون المستقبل على قناة الحدث عمقول هايدي جريمي ومطلوب محاكمة من أعطى الأمر ومن نفذ ومن تسبب بحصول الحادثة وبالنسبة إلي تحديداً إذا كان التحالف الذي تقوده السعودية هايدي جريمي وأياً يكن مرتكبة لا يغير حرف واحد من كونه جريمي ننطر بتحقيق بس استرجي قول هيك بإعلامك عن مجازر إيران وحزب الله وجيش الأسد بسوريا والعراق واليمن وغيرها استرجي ليطلع لك إنك الدين مجزرة صنعاء هيدا بالعام بخصوص الخبر بالتفاصيل خلونا نشوف التالي لأن المطلوب أن يكون هناك تجمعات بشرية المطلوب بالنسبة لهم قتل أكبر قدر ممكن من الناس وطبعاً سماحت السيد مني نصر الله عبد الملك الحوثي معاً بيقول كلام بالهوى عنده أدلة وأدلة واضحة جداً وكان هناك تعمد واضح في القتل وقتل أكبر عدد ممكن من الناس سماحت السيد مني نصر الله عبد الملك حوثي دليله ما يقوله حسن نصر الله ببيروت هيدا دليل طيب علي يا سيدي تفجير صالة العزة لأن قوات التحالف بدت تأتل أكبر عدد من المدنيين ماشي بحسب هالمنطقة لازم تكون عملتها قبل وقتلت كمان عشرات وألاف ومئات المدنيين كمان بزيد الطريقة إلا إذا هيدي أول مرة في تجمع من هالنوع شارك رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبد الله صالح في مراسم تشييع الدكتور عبد الكريم الرياني وتقديم واجب العزة لأبناء وأسرة الفقيد هيدا علي عبد الله صالح فيت على العزة قاعد بالقاعة وظهر طيب قادرين كانوا يضربوا القاعة ماشي مضربنا القاعة قادرين كانوا يضربوا الموكب أو هو فيت أو هو ظاهر طيب يا خيي من تبهوا يضربوا ماشي من تبهولوا من تبهولوا في ميدان السبعين ميدان السمود والتحدي إلى ميدان السبعين هذا الميدان الذي سمت وهيدا صالح موجود بميدان السبعين كمان كان ممكن يضربوا الساحة أو المنصة أو أي شي كمان ما ضربوا مع أنه هني رغبتهم الأساسية أنه ينزلوا أكبر عدد من المدنيين فإذا هاي النظرية نظرية أن قوات التحالف شغلتها أو هويتها أو هدفها قتل أكبر عدد من المدنيين اللي حكي عنها سماحة السيد مني نصر الله عبد الملك الحوثي ما في دليل عليها إلا كلام نصر الله ببيروت الشيء المهم هو التوقيت الحادثة صارت يوم السبت بصنعة شو كان منتظر يصير يوم الأحد بصنعة دشنا عدد من الناشطين والمواطنين اليمنيين عبر صفحة التواصل الاجتماعي دعوة للنزول إلى الشارع في العاصمة صنعاء الأحد المقبل وذلك للتنديد بسياسة التجويع التي تتبعها ميليشيات الحوثي ضد الشعب اليمني ودعا الناشطون المواطنين اليمنيين إلى النزول للشارع وكسر حجز الخوف وأطلقوا وسما على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان أنا نازل يعني بمعقل الحوثيين المسيطرين على صنعة بدأ التحركات ضد الحوثيين وكان فيه تحضير لتظاهرات ضد الحوثيين التظاهرات الأحد التفجير حصل قبل بيوم غير كل المعادلة بالتفاصيل كمان خلونا نشوف مين اللي استهدف صالة العزة لبيت الرويشان مين بيت الرويشان؟ بحسب مقال مهم جدا اليوم للكاتب والزميل المشاري الذايد بيقول التالي الرويشان هم من رموز قبيلة خولان صنعاء والمتابعون يعلمون أنه ثمت اتصالات نشطة بين علي محسن الأحمر اللواء المحسوب على التحالف وهناك تجاوب من خولان صنعاء معه بالاتصالات بعد نجاحات مقرب وصرواح يعني التفجير استهدف ناس بلشوا يشكلوا خطر على احتلال الحوسيين لصنعاء عم يتصلوا بقوات التحالف عم ينسقوا معهم خارج صنعاء وبقلب صنعاء البعض منهم أصوات مهمة ضد الحوسيين منهم خالد الرويشان اللي أصيب بالتفجير يعني في مسافة عم تكبر بينهم وبين الحوسيين بين هون ناس وبين الحوسيين بشهادة سماحة السيد مني نصر الله عبد الملك الحوسي الكثير ممن كانوا قد عادوا من الجبهات عليهم أن يعودوا إلى الجبهات لا يجوز لأحد منهم البقاء في البيوت بدون عذر لا يجوز لهم البقاء في البيوت بوضوح شديد عم يجرب يستثمر بالمجزرة ليضبط مجموعة بدأت تشكل خطر عليه أنه يا جماعة مش مقبول ومسؤوليتكم والقبلية وكذا ليه إذا هول جماعة تقليل عم تحكي معهم هيك بوضوح يعني التحالف اللي ما أصف تجمعات صالح وما أتل محمد علي الحوسي اللي شارك بحفلات تخرج بالكليات العسكرية بصنعة أكتر من مرة واللي ما أتل لما كان عنده تأييد دول كبير مش بس اليوم قرر يقتل مدنيين قرر يقتل تحديدا المدنيين اللي بيشكلوا خطر على الحوسي ومشروع الحوسي وممكن يكونوا حلفلائله استراتيجيين لتحرير صنعة ومطلوب مننا نصدق الخبرية البقية انتوا فكروا فيها تصبحوا على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة